ما حصلت البصرة نزاع سياسي باستحقاق كامل للأسف فتة سياسية عندها أجنح عسكرية هذا اللي يصال بالبصرة متجاهلاً كل الكوارث التي حلت بمحافظة البصرة يصور العبادي مشهد الغضب الشعبي الذي يوجه بالرصاص الحكومي على أنه نزاع سياسي بين كتل تمتلك أذرع عسكرية تريد خلط الأوراق وفرزها من جديد بما يتناسب مع مطامع كل سياسي في مقاعد الحكومة الجديدة وعلى منوال العبادي فسرت كتل أخرى ظاهرة غضب سكان البصرة فاتفقوا في التعالي على معاناة المحافظة واختلفوا في كيفية استغلالها وتوظيفها في تبادل التهم بين شركاء العملية السياسية وصف العبادي لتظاهرات البصرة بنزاع سياسي مبني على استشعاره بضياع فرصته في رئاسة الحكومة الجديدة هكذا تقول صحيفة واشنطن بوست وتعز السبب إلى احتجاجات البصرة ورغم أن رسالة المتظاهرين كانت واضحة لجميع شركاء السلطة من ميليشيات وأحزاب وتيارات بأنهم مسؤولون عن كوارث البصرة إلا أن الكتل سارعت إلى التنصل من المسؤولية مطالبة العبادي بالاستقالة فبات الرجل مبعدا من أقرب المقربين إليه والذين تحالفوا معه بالأمس من أجل الكتلة الأكبر انقلبوا عليه اليوم حيث ترى واشنطن بوست أن مركب الكتلة الأكبر الذي قاده العبادي مع كتلة سائرون بدأ بالغرق فسارع الشركاء إلى القفز منه وأولهم مقتدى الصدر فترك مرشح أمريكا المفضل حيثر العبادي كما تصفه واشنطن بوست وحيدا تتلاطمه الأمواج السياسية ولم يعد له مجال للقفز إلى مركب سياسي آخر بسبب تسارع وطيرة الأحداث وتهافت الكتل لحسم هندسة الحكومة المقبلة متظاهرون يعانون في واد من الجمر وسياسيون يتلاسنون في واد من الفساد وما بين الواديان تبقى حكاية البصرة مفتوحة لتدوين سطور جديدة من فصول المعاناة من كوارث وأوبئة لما تشبع بعد من التنكيل بحاضر البصريين ومستقبلهم